اشتركوا في القناة للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجعي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجفي وكربل الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة التسعون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها لا إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا عنواننا الكبير أما عنواننا الصغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وهذا هو الجزء الخامس حدثتكم عن المستوى الأول من مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي المستوى الأول المستوى العقائدي الفكري نظرياً وعملياً وحدثتكم كذلك في المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظرياً وعملياً في هذه الحلقة سأحدثكم في المستوى الثالث المستوى الثالث هو المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن هذا هو المستوى الثالث المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن من الظواهر الواضحة في الأدب العباسي انتشار الغزل بالذكور وبعبارة أخرى الشعر اللواطي لا أريد أن أتناول هذا الموضوع سأشير إليه إجمالاً حينما يصل الحديث عن اللواطي العباسي لكن شيئاً واضحاً في شعر شعراء المذهب الطوسي وتحديداً وتحديداً عند كبار شعراء الحوزة الطوسية من أصحاب العمائم ممن يقال لهم العلماء ومن شعراء المنبر الحسيني وأتحدث بشكل خاص عن شعراء النجف وألحق بهم شعراء الحلة من الشعراء الحوزويين حتى من الذين عاشوا في القرون المتقدمة على قرننا هذا هذا الموضوع حكايته طويلة ومفصلة أنا لست مهتماً أن أثبت أن هؤلاء الشعراء مارسوا ما يقولونه في شعرهم أم لم يمارسوا ولكن الكلام هنا هل هذا ذوق العترة الطاهرة أنا لا أحدثكم عن الشعراء من خارج أجواء الحوزة الطوسية أنا أحدثكم عن مراجع أحدثكم عن فقهاء عن مجتهدين فأنا لا أتحدث عن شعراء لا علاقة لهم بالحوزة الطوسية حديثنا عن المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي التي تنتشر في هذا المذهب بسبب عباسيته لأنه مذهب عباسي لا علاقة له بدين الطهارة والنقاء والصفاء بدين العترة الطاهرة هذا هو السبب وليس هناك من سبب آخر لو سألتموني بنحو عام أي شاعر كان الأقذر في شعره اللواطي هل هو من شعراء نواصبي سقيفة بني ساعد أم من غيره بحدود اطلاع وحينما أقول لكم بحدود اطلاع إنني مطلع على ساحة الشعر العربي بقدر ما أستطيع الأسماء اللامعة في دائرة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي وإلى زماننا إنني مطلع على أشعارهم وأحفظ الكثير منها وفي مختلف الموضوعات إذا أردت أن أجيب على سؤالكم عن الشاعر الذي شعره اللواطي هو الأقذر بحدود الطلاع إنه الشاعر العراقي الشيعي صفي الدين الحلي هذا هو ديوانه المتوفى سنة سبعمية واثنين وخمسين للهجرة إنه من علماء الحلة من علماء حوزة الحلة مشهور عن أنه شاعر لكنه في الحقيقة هو رجل دين أولا معدود في علماء الحلة ومن رجال الدين في الحلة أتحدث عن أيام الحوزة الطوسية حينما كانت في الحلة ولذا فإن الذين أرخوا له ماذا قالوا عنه على سبيل المثال هذا صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة سبعمية أو أربعة وستين للهجرة كان معاصرا لصفي الدين الحلي صفي الدين الحلي توفي سنة سبعمية واثنين وخمسين للهجرة صلاح الدين الصفدي توفي سنة سبعمية واربعة وستين للهجرة وقد التقى به وفيما بينهما علاقة ما بين صلاح الدين الصفدي وبين صفي الدين الحلي هذا هو الجزء الثامن عشر من كتاب الوافي بالوفيات كتاب مشهور موسوعة كبيرة لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة سبعمية وأربعة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بيروت 2009 أو تسعة ميلاد إذا ما ذهبنا إلى صفحة أربعمية أو واحد وثماني رقم الترجمة خمسمية وسبعة صفي الدين الحل عبد العزيز ابن سرايا إلى آخر ما ذكره من تفصيل نسبه هو هذا صفي الدين الحل صاحبنا الذي نتحدث عن عبد العزيز ابن سرايا ماذا عبر عنه صلاح الدين الصفدي وهذا ما هو شيعي صلاح الدين الصفدي هكذا عبر عنه هو الإمام العلامة البليغ المفوه الناظم الناثر شاعر عصرنا على الإطلاق هذا حديث المخالفين هذا حديث صلاح الدين الصفدي عن صفي الدين الحل الحل الإمام العلامة البليغ المفوه الناظم الناثر شاعر عصرنا على الإطلاق صفي الدين الطائي إلى آخر كلامه هذا هو عبد العزيز ابن سرايا الطائي الحل العراقي الشيعي ماذا جاء في روضات الجنات لمحمد باقر الخنساري المتوفى سنة 1313 للهجرة وهذا هو الجزء الخامس من طبعة الدار الإسلامية بيروت لبنان في الصفحة السادسة والسبعين رقم الترجمة أربعمية وأربعة وأربعين عنوانها الشيخ رجل دين الشيخ صفي الدين عبد العزيز ابن علي ابن الحسين الشهير بابن السرايا الحلي كان عالما فاضلا منشئا أدبيا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي المحقق الحلي المعروف صاحب الكتاب الشهير شرائع الإسلام هكذا قال الخنساري محمد باقر عن صفي الدين الحلي كان عالما فاضلا منشئا أديبا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي هذه المعلومة إذا كانت دقيقة فما أثبت في الكتب عن تأريخ ولادة صفي الدين الحلي سيكون ليس صحيحا لأن الذي أثبت في الكتب وعلى سبيل المثال مثلا في هذا الكتاب الوافي بالوفيات أو في غيره من أنه ولد سنة ستمية أو سبعة وسبعين بينما المحقق الحلي متى توفي توفي سنة ستمية وستة وسبعين هذا يعني بحسب التاريخ المذكور في الكتب أن صفي الدين الحلي ولد بعد وفاة المحقق الحلي بسنة فإذا كانت هذه المعلومة دقيقة التي ذكرها صاحب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات وهذه المعلومة موجودة قبل الخنسار في أمل الآمل للحر العامل فلربما نقلها من هناك لم يشر إلى المصدر الذي نقل المعلومة منه لكنه أثبت من أن صفي الدين الحلي من علماء الشيعة ومن تلامذة المحقق الحلي عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان المعروف بالمحدث القمي المتوفى سنة 1359 للهجرة هذا كتابه المعروف والمشهور سفينة البحار المجلد الخامس من طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر هذه الطبعة الأولى طهران إيران في صفحة الثامنة والعشرين بعد المئة تحت عنوان الصفي الحلي الصفي الحلي هو عبد العزيز ابن السراية الشيخ العالم الفاضل الشاعر الأديب المنشي تلميذ المحقق الحلي قدس الله سر الكلام هو هو الذي جاء في روضات الجنات وفي كتب سبقت روضات الجنات هذا أعيان الشيعة وهذه الطبعة ذات المجلدات الكبيرة طبعة دار التعارف بيروت لبنان وهذا المجلد الثامن أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي المتوفى سنة 1371 للهجرة في الصفحة التاسعة بعد العاشرة جاء هذا العنوان صفي الدين الحلي عبد العزيز ابن نجم الدين سرايا إلى آخر ما ذكره وتحدث عنه مفصلا إلى أن قال في الصفحة الثانية والعشرين وفي أمل الآمل أمل الآمل للحر العاملي رضوان الله تعالى عليه صاحب الوسائل كان عالما فاضلا الحديث عن صفي الدين الحلي كان عالما فاضلا منشئا أديبا من تلامذة المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي له كذا كذا إلى آخره هذه المعلومات التي جاءت مذكورة في أمل الآمل وفي روضات الجنات وفي سفينة البحار للمحدث القمي وفي أعيان الشيعة لمحسن الأمين العاملي وفي مصادر أخرى وفيرة وفي من أن صفي الدين الحلي من تلامذة المحقق الحلي إذا كانت هذه المعلومة صحيحة دقيقة فتاريخ الولادة لا بد أن يتغير أو أنه كان من تلامذة علماء الحلة الحلة كان فيها الكثير من علماء الشيعة خلاصة الكلام صفي الدين الحل من علماء حوزة الحلة الطوسية لكنه عرف شاعرا لأنه مال إلى الشعر كثيرا كان يتكسب به ونشأت له علاقة متينة مع بعض الأمراء الأتراك في تركيا أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخه لا شأن لي بتأريخه البرنامج ليس معدا للحديث عن تأريخ الشعراء لكنني أردت أن أعرف لكم شخصيته تعريفا إجماليا له ديوان هذا الديوان ليس موجودا عندي الآن كان في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم عنوانه ديوان المجون والأحماط طبع لوحده وطبع ملحقا بديوانه أقدر الشعر اللواطي بحسب الطلاع موجود في هذا الديوان ديوان صفي الدين الحلي مطبوع بعدة طبعات وطبعة تختلف عن الأخرى بين يدي الآن طبعتان هذه طبعة الدار العربية للموسوعات الطبعة الطبعة الأولى 2005 ميلادي وكتب في الصفحة الأولى في صفحة العنوان قوبل على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة وهذه طبعة أخرى إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان هاتان الطبعتان مختلفتان توجد بعض الأشعار في هذه الطبعة في طبعة الدار العربية للموسوعات لا توجد هنا بعض أشعار ديوانه الذي أشرت إليه قبل قليل ديوان المجون والأحماض جاء موجودا في هذا الديوان من طبعة الدار العربية للموسوعات والتي قيل في بدايتها قوبل على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة أنا أحفظ بعض أشعاره في مختلف الموضوعات ولا أريد أن أتحدث عن شاعريته الفاخرة صفي الدين الحل شاعر مفلق من الشعراء المفلقين لا شك في هذا وله شعر جميل وبديع في محمد وآل محمد وله قصب السبق في النثر وفي النظم إذا أردنا أن نقارن فيما بينه وبين الكثير من كبار الشعراء من المتقدمين عليه أو من الذين جاءوا من بعده أنا لا أريد أن أتحدث عن شاعرية صفي الدين الحل إنما أريد أن أقول من أن الغزل بالذكور ومن أن الشعر اللواطي بأقدر ما يمكن أن يكون جاء على لسانه على لسان شاعر حوزوي طوسي شيعي لا أستطيع أن أقرأ لكم من أشعاره التي أحفظها لأنها قذرة جدا قذرة جدا أنقل لكم شيئا من مضمونها نثرا وليس شعرا مع أن ني أحفظ أشعاره لكنها قبيحة لا تناسب أن تقرأ على شاشة التلفزيون بالإجمال وبالاختصار الكثير من أشعاره الماجنة والحامضة تشتمل على هذا المضمون من أنه يا أيها السامع لا تقترب من النساء لماذا؟ لأن المرأة تغم السماء برجليها وإنما أقترب من الغلمان لماذا؟ لأن الغلام يركع لله ويسجد وهذا أحسن ما يمكنني أن أقوله بقية المضامين قبيحة جداً سأقرأ شيئاً هو أعف ما قاله مثلاً بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة خمسمية أربعة وأربعين مقطوعة لا أقرأها بالكامل لأن الأبيات المتأخرة قبيحة جداً أقرأ البيتين الأولين ومليح إنه يتحدث عن الذكر ومليح عانقته عند سكري في فراش ولم يكن طوع أمري بدت من خوفه أدب دبيب الظلي حتى ألصقت بالظهر صدري بقية الأبيات قبيحة ومليح عانقته عند سكري في فراش ولم يكن طوع أمري بدت من خوفه أدب دبيب الظلي حتى ألصقت بالظهر صدري مقطوعة أخرى ولغلام هذه أحسن الأبيات وأعفها البقية قذرة جداً ولغلام كالنجم طلعته أخدمه وهو بعض خدام تراه خلفي طول النهار لأنه غلام عنده خادم عنده تراه خلفي طول النهار فإن دجا لنا الليل صار قدامي أقرأ أبيات أخرى وأكتفي ماذا يقول يقول وفقيه وفقيه يتحدث عن لواطه بفقيه من الفقهاء قطعاً إنه يتحدث عن فقيه شيعي من فقهاء حوزة الحلة ليس بالضرورة أن يكون الكلام صحيحاً متحققاً على أرض الواقع لأن الشعراء يقولون ما لا يفعلون لكن هل بإمكانه أن يقول عن نبي من الأنبياء لا يمكن ذلك لماذا؟ لأن اللواطة موجود بين الفقهاء وليس موجوداً بين الأنبياء فحتى لو لم يكن قد قام بهذا الأمر إنما ذكره في شعره لأن الأمر موجود في وسط الفقهاء وفي وسط رجال الدين من الشيعة أو من غيرهم هنا يتحدث عن فقيه شيعي عن مرجع شيعي هكذا يقول وفقيه أو لجت فيه ممداً ليس تغزل فقاح يوماً بمثله الفقاح جمع لفقحة والفقحة هي حلقة الدبر هي فتحة الدبر وفقيه أو لجت فيه ممداً ليس تغزل فقاح يوماً بمثله رام علماً مني فأولجت فيه إنه حديث الحوزة العلمية الشيعية في الحلة هؤلاء هم الفقهاء هذا هو العالم الشيخ الفاضل صفي الدين الحل رام علماً مني فأولجت فيه أولج في هذا الفقه رام علماً مني فأولجت فيه فنادى فنادى ماذا 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 أدخل وناء بحمله قلت ذا العلم قلت ذا العلم كله قال إن كان فلم يكن في الخلق كله إن كان العلم هو هذا فلم يكن في الخلق كله يعني لم يكن علم كهذا العلم وفقيه أو لشت فيه ممداً هذا في صفحة 545 وفقيه أو لشت فيه ممداً ليس تغزل فقاح يوماً بمثله رام علماً مني فأولجت فيه فنادى ماذا وناء بحمله قلت ذا العلم كله قال إن كان فلم يكن في الخلق كله هذه الأبيات هي أنظف الأبيات من غزله بالذكور ومن أشعاره الماجنة الخليعة ومن أحماضه الشعرية هذا يخبرنا عن أن الشذوذة الجنسية حتى لو لم ينفذ عملياً من قبل هذا الشاعر العالم الفقيه الشيعي الحوزوي حتى لو لم يكن متحققاً في الخارج لماذا يتحدث به هذا شذوذ ثقافي جنسي شذوذ أدبي جنسي أنا قلت لكم أحدثكم عن مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي ومثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان فما في جنان حقيقة هذا المذهب يظهر على فلتات ألسنة رموزه وأنا أحدثكم هنا عن رمز حوزوي شيعي حلي أدبي بارز جدا إنه عبد العزيز ابن سرايا الطائي الحلي صفي الدين الشاعر الكبير المبدع نذهب إلى فاصل يا من لا شریک لهو ولا وزیر يا من لا شبیه لهو ولا نظیر يا خالق الشمس بالقمر المنیر يا مغني يا مغني الماعث قدير صبحانك يا الغاب يا ثالد يا هل الجود يا ظل فغل والكرم يا خالق اللوح والقلم يا بار اذره والمسن يا ذل بأسه والمقام يا ملهم العرب والعجم يا كاشف الظر والعلم يا عالم السر والهمم يا رب البيت والحرم يا من خلق الاشيا امن العدم سبحانك يا لا الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعتم ما سمعتم عن عالم شيعي وعن رمز شعري أدبي من رموز الحوزة الشيعية الطوسية في الحلة لو سألتموني هل هناك من شاعر من شعراء الحوزة الطوسية يماثل صفي الدين الحلي أجيبكم نعم من أكثر الشعراء مشابهة ومقاربة بصفي الدين الحلي الشاعر الشاعر الشيعي والمرجع النجفي محمد سعيد الحبوب محمد سعيد الحبوب من المتأثرين بصفي الدين الحلي مثل ما أكثر صفي الدين الحلي من شعره في الخمريات أكثر محمد سعيد الحبوب من شعره في الخمريات فقد نظم في الخمريات إلى حد مقرف مثل ما نظم صفي الدين الحلي فهذا حوزوي طوسي حلي وهذا حوزوي طوسي نجفي في أعيان الشيعة في الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الثانية والعشرين في ترجمة صفي الدين الحلي هكذا كتب محسن الأمين العاملي وكان شاعر العصر يتحدث عن محمد سعيد الحبوب وكان شاعر العصر وفاضل الوقت السيد محمد سعيد الحبوب النجفي يعجب بشعره كثيرا ويفضله على كثير من الشعراء وحسبك بشهادة مثله محسن الأمين العاملي توفي سنة 1371 للهجرة وكان معاصرا في مقطع من حياته لمحمد سعيد الحبوب الذي توفي سنة 1333 وكان شاعر العصر وفاضل الوقت السيد محمد سعيد الحبوب النجفي يعجب بشعره بشعر صفي الدين الحلي يعجب بشعره كثيرا ويفضله على كثير من الشعراء هذا مرجع من مراجع الحوزة الطوسية وهو من رموزي ومن تلامذتي مدرسة إحسين قلي الهمداني حينما حدثتكم في المستوى الأول المستوى العقائدي والفكري نظريا وعملية حيث قرأت عليكم ما قرأت من كتاب الأسفار لصدر الدين الشيرازي وقلت لكم هذا قرآن مدرسة إحسين قلي الهمداني من تلامذة مدرسة إحسين قلي الهمداني المبرزين والذين صاروا مراجع محمد سعيد الحبوب فمحمد سعيد الحبوب من تلامذتي هذه المدرسة العرفانية وممن تأثر كثيرا بصفي الدين الحلي لو كنت بصدد التفصيل في هذه المطالب فإنني سآتيكم بالمصادر والشواهد والمقارنات بين شعري صفي الدين الحلي ومحمد سعيد الحبوب لكن البرنامج ليس برنامجا أدبيا ولا شعريا أنا مضطر لبيان هذه المطالب كي تتكون عندكم صورة واضحة عن الشعراء الذين أتحدث عنهم فيما يرتبط بظاهرة الشذوذ الجنسي التي تنتشر انتشارا واسعا في أنحاء وأحناء المذهب الطوسي القذر النجس هذا ديوان محمد سعيد الحبوب محمد سعيد الحبوب قبل أن أدخل في تفاصيل ديوانه علامة تشير إلى سوء توفيق الرجل لا يذكر شيء من شعره في مجالس ومحافل أهل البيت لا في أيام الأفراح ولا في أيام الأحزان لماذا؟ لأن ديوانه يخلو من هذا الشهر يمتلئ ديوانه ديوانه بالخمريات وبمدح الوجهاء والعلماء وبالغزل بالذكور ولذا فإن آثاره أين تجدونها؟ تجدونها عند المغنين المغنون هم الذين يغنون أشعاره الذي جمع هذا الديوان من عائلة الحبوبي محمود الحبوبي شخصية معروفة والذي كتب تعليقا في شرح مفردات الديوان أيضا من عائلة الحبوبي عبد الغفار الحبوبي هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة 2005 ميلادي دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان من جملة الأشياء التي ذكرت على سبيل الافتخار ذكرها الذين أعدوا هذا الديوان من عائلة الحبوبي صفحة 59 هذه مكرمة من مكرمات الحبوبي يروي مطرب المقام العراقي في الحاشية الثالثة يروي مطرب المقام العراقي محمد القبانشي معروف أنه غنى قصيدة الحبوبي الشهيرة شمس الحمية موجودة في هذا الديوان في القسم الثاني في الباب الأول في الجزء الثاني صفحة 372 ما عندي وقت وإلا لقرأت لكم من القصيدة لكنني أشرت إلى موضع القصيدة من أنه غنى قصيدة الحبوب هذه في مؤتمر للموسيقى انعقد في القاهرة عام 1932 ميلادي فأعجب بها شوقي أمير الشعراء الشاعر المعروف أحمد شوقي فأعجب بها شوقي وكان حاضرا وسأله سأل القبانشي عن صاحبها فأخبره من أن الشاعر هو محمد سعيد الحبوب فقال شوقي بلهجته المصرية ومين الشاعر الرائع ده فرد القبانشي منفعلا إن كل عراقي يعرف شوقي وشعره فكيف بشوقي لا يعرف أكبر شاعر عراقي فاعتذر شوقي عن ذلك بعدم اطلاعه على مثل هذا الشعر الجيد بعد ذلك نقل المصادر التي نقلت هذه الحادثة فهم يفتخرون الحبوبيون الذين أعدوا هذا الديوان يفتخرون بأن محمد القبانشي غنى قصيدة من قصائد الحبوب ومن أن محمد القبانشي دافع عن شعر محمد سعيد الحبوب دافع عن لا لأنه في العترة الطاهرة وإنما لأن أشعاره في الخمريات الوسخة وفي الغزل بالذكور وغزل قبيح قبيح جدا سأقرأ لكم نماذج من شعره هم يرقعون له يقولون عفة يتغزل بالذكور عفة يتغزل بالذكور لماذا يتغزل بالأدبار إذن هو لا يريد أن يتغزل بالنساء وهي كلام من هذا شعراء الشيعة كانوا يفتتحون قصائدهم بالنسيب وكانت القصائد تقرأ عند الأئمة ولم يعترضوا عليها قصيدة البردة التي ألقاها في محضر النبي كعب ابن زهير ابن أبي سلمة بانت سعاد فقلب اليوم متبول هذه القصيدة المشهورة حيث أعطى النبي تكريما له بردته فعرفت هذه القصيدة بقصيدة البردة في بدايتها كان الشاعر يتغزل وبعد ذلك دخل في الاعتذار ومديح النبي صلى الله عليه وآله المسلمون أرادوا أن يسكتوه لأنه كان يتغزل في بداية القصيدة بسعاد في مسجد النبي النبي منعهم قال لهم دعوه هذا غزل له ببيان لأمور خاصة بامرأة معينة هو نسيب أكان صادقا لم يكن صادقا من هي هذه سعاد لا تعرف وكان الشعر جميلا لم تكن ألفاظه قبيحة النسيب كان شعراء الشيعة ينظمونه أن يتغزل بالنساء في القصائد التي يمدحون بها الأئمة وهذا شيء طبيعي الله سبحانه وتعالى جعل في الرجال ميلا للنساء وجعل في النساء ميلا للرجال لكنه ما جعل في الرجال ميلا للرجال هذا هو انتكاس الفطرة فهؤلاء الشعراء حتى أنه لو لم يكن يمارسون اللواط عمليا إنهم يمارسون اللواط نظريا وأدل دليل قصائد الحبوب يغنيها المغنون وخصوصا مغنو المقام العراقي ومغنو المقام العراقي غالبا يبحثون عن القصائد التي تتغزل بالذكور خصوصا القدماء منهم القدماء نسبيا وحكايات محمد القبونشي ويوسف عمر بين البغداديين مفصلة لا مجال للحديث عنها فأنا لا أتحدث عن هؤلاء لكنني سأذكر لكم مجموعة من المغنين الذين غنوا قصائد الحبوب محمد القبونشي رجاء اعرضوا لنا صورته هذا هو محمد القبونشي ايام شبابه واعرضوا لنا صورة اخرى له هذه الصورة تجمع فيما بينه وبين ناظم الغزال الذي غنى ايضا لمحمد سعيد الحبوبي ويوسف عمر وهو الاخر غنى لمحمد سعيد الحبوبي محمد محمد القبونشي هو الذي يفتخر الحبوبيون الذين نظموا هذا الديوان بانه غنى في مؤتمر للموسيقى في القاهرة باشعار محمد سعيد الحبوبي المغني الاخر ناظم الغزال اعرضوا لنا صورته هذا هو ناظم الغزال واعرضوا لنا الصورة الثانية مع الفرقة الموسيقية الصورة الثالثة ناظم الغزال في حفلاته في الكابرهات كان يغني لمحمد سعيد الحبوبي وكان السكار يتميلون على أنغام ولحني وموسيقى أغنيات ناظم الغزال التي يغني فيها بأشعار محمد سعيد الحبوبي هذه آثارنا فانظروا إليها هذه هي الآثار المغني الثالث وحكاياته في الموضوع طويلة يوسف عمر أعرضوا لنا صورته هذا هو يوسف عمر من المغنين الذين غنوا وأكثروا في الغناء من أشعار محمد سعيد الحبوبي خصوصا في الحفلات الخاصة بالغزل الذكوري القبيح لمرجعنا العظيم للمجاهد الكبير لتلميذ من تلامذة مدرسة العرفان والحكمة الإلهية محمد سعيد الحبوبي أعرضوا لنا صورة يوسف عمر رجاء وصورة الثالثة وغنى له من مغني المقام في أيامنا هذه إحسين الأعظم أعرض لنا صورته هذه الصورة الأولى وأعرض لنا الصورة الثانية لإحسين الأعظم ممن غنوا ولا زالوا يغنون ل مرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوبي وأيضا غنى له الرمز الشعبي في الثقافة الشعبية العراقية لللواط ولعشق الذكور بغض النظري عن مدى صدق الكلام الذي يقال عنه لكن سعد الحلي هو رمز لللواط في الثقافة الشعبية في الشارع العراقي وهذا لا يخفى على أحد من العراقيين هو مطرب شعبي هو الآخر يغني لمرجعنا العظيم كرامات كرامات يغني يغني لمرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوبي رجاء أن اعرضوا لنا صورة سعد الحلي هذا هو سعد الحلي الصورة الثانية الصورة الثالثة الصورة الرابعة هذه من صوره في سنيه الأخيرة بقي يغني ويغني إلى أن مات سعد الحلي هو رمز اللواط في الثقافة الشعبية العراقية حتى حينما التقى وزير الإعلام العراقي أيام صدام بمجموعة من الفنانين وكان من بينهم سعد الحلي لما وصل إليه كي يصافح تبسم ضاحكا وتبسم الباقون الحاضرون أيضا لماذا لما يقال ويقال في الشارع العراقي عن سعد الحلي مما دفع بسعد الحلي قال سيدي والله اشتذب والله اشتذب لأن سعد الحلي عرف ليش وزير الإعلام العراقي تبسم وضحك قال والله اشتذب هذا ليحجو عني على أي حال بعض الكلام صحيح ولكن هناك كلام يقال عن ليس صحيحا ايضا مطربة عراقية من المطربات المتقدمات في العقود السابقة زهور حسين رجاء ان اعرض لنا صورتها هذه زهور حسين الصورة الاولى الصورة الثانية هذه مطربة مغنية عراقية هي الاخرى تغني باشعار محمد سعيد الحبوبي هذه شعية ومن مدينة الكاظمية واسمها الاول زهرة عبدالحسين زهور حسين هذا اسم فني هذا اسم غنائي اسمها الاصل زهرة عبدالحسين من مدينة الكاظمية فهي شعية على المذهب الطوسي تغني لمرجعها تغني لمرجعها على المذهب الطوسي فرقة الانشاد العراقية التي تأسست سنة 1948 وفي البداية كانت تعرف بفرقة الموشحات الاندلسية هي الاخرى غنت مرارا وكرارا في برامجها الغنائية لمرجعنا العظيم سيد المجاهدين في زمانه محمد سعيد الحبوبي اعرضوا لنا صورا لهذه الفرقة هذه الصورة الأولى من الصور القديمة لها واعرضوا لنا الصورة الثانية والصورة الثالثة أيام النظام الصدامي رجاء اعرضوها هذه صورة الفرقة أيام النظام الصدامي الأمر ليس منحصرا بهذه المجموعة التي عرضت صورهم أشعار محمد سعيد الحبوبي في الخمريات كثيرة تملأ هذا الديوان وأشعاره بالغزل بالذكور وبنحو قبيح يتغزل بالأرداف يتغزل بالأدبار في ديوانه وسأقرأ عليكم والديوان موجود في المكتبات هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا الرجل لو كان موفقا أكانت نتائج عمله هكذا هذا في الدنيا الآخرة لا أعلم بها إلا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه أعود قبض من دبش من تحشون عن الجهاد أنا لا أريد أن أفتح ملف الجهاد الذي قاده محمد سعيد الحبوبي البرنامج البرنامج ليس برنامجا تأريخيا لفتح الملفات وإلا فسأكشف لكم من العورات والعورات الكثير نذهب إلى فاصل اللهم إذن يسألوك باسمك يا فعل و يا جاعل يا قابل و يا كامل يا فاصل و يا واصل يا عادل و يا غالب يا غالب و يا واهب سبحانك يا يا من انعما به قوله يا من اكرمه به جوده يا من جاده به لطفه يا من تعززه به قدرته يا من قدرته به حکمته يا من حکمه به تدبیره يا من دمدرته به علمه يا من تجابزه به حلمه يا من دنافی علوه يا من علافی دنوه سبحانك يا يا لاغ الغاب من الأحداث والمقاطع المهمة المعروفة عن محمد سعيد الحبوبی علاقته بآل كبه في بغداد أسرة ثرية ولها وجاهة اجتماعية في بغداد وهنا وهنا في مقدمة الديوان حديث عن علاقته بآل كبه في الصفحة الثالثة والثلاثين وحين يصل بغداد يعني محمد سعيد الحبوبی ويعلم صديقه محمد حسن كبه بذلك يسرع للقائه وينزله في قصره أساساً هو يذهب إلى بغداد يذهب إلى قصره حيث يجتمع هناك الشعراء وحيث يقولون ما يقولون من شعرهم في قبائح المعاني في الخمريات وقذارتها وفي اللواط وفي التغزل بأدبار الغلمان وفتحات أدبارهم هكذا كانوا ينظمون الأشعار وحين يصل بغداد ويعلم صديقه محمد حسن كبه بذلك يسرع للقائه وينزله في قصره شرق بغداد على نهر دجلة وكان القصر قصر آل كبه منتدى آل كبه الذي يرتاده الكثير من آل كبه الذي يرتاده الكثير من خارجها لما لهذه الأسرة من مكانة دينية واقتصادية واجتماعية فهي واحدة من الأسر البغدادية العريقة إلى آخر الكلام أشعاره في الخمريات وفي الغزل بالذكور كان يلقيها في هذا المكان في قصر آل كبه الذي يعبر عنه هنا بمنتدى آل كبه في بغداد على شاطئ نهر دجلة هناك أستاذ في الأدب وتعريخه عراقي الدكتور يوسف عز الدين من أعضاء المجمع العلمي العراقي هذا كتابه الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر هذه الطبعة طبعة الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ألف وتسعمية أو خمسة وستين ميلادي صفحة مية واحد وستين تحت هذا العنوان الفصل الأول مجالس الخمرة والغزل التقليدي كان أرباب الأسر وذو المكانة واليسار يفتحون دواوينه ومجالسه ويجتمع الناس في هذه الدواوين للسمر وقضاء الوقت وفيها كان الشعراء والأدباء يرسلون طرفهم ونوادرهم أما الأدباء الأغنياء فقد كانوا يفيضون على إخوانهم بالخير فقد كان لمحمد صالح كبة قصر على دجلة يجتمع فيه الشعراء لأي شيء للشراب والطربي هناك غناء يقضون فيه وقتهم بعيدين عن المجتمع وإذا ما تخلف أحد زملائهم عن مجلس من المجالس سارع زملائه عاتبين إلى آخر الكلام هذا شيء طبيعي قصور أثرياء في بغداد على شاطئ دجلة يجتمع فيها الشعراء والأدباء ورجال الدين ورجال الدين هم أفسدوا الذين يجتمعون في مثل هذه المجالس بحسب ما يقول المؤرخ العراقي يوسف عز الدين من أنهم يجتمعون للشراب والطربي ويستمر في تفصيل الكلام إلى أن يصل في حديثه للغزل بالذكور والغلمان في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان يتحدث عن منزلة المرأة في المجتمع وعن الحالة الدينية والاجتماعية إلى أن يقول لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان انصرف الرجال إلى الغلمان أن اللواط انتشر وهذا هو الذي قلته لكم من أن السبب الذي لأجله حرمت سقيفة بني ساعدة زواج المتعة كي ينتشر اللواط وكي ينتشر الزنا لذلك انصرف الرجال إلى الغلمان وتغنى الشعراء بالمرد الحسان طويلاً المرد جمع لأمرت وهو الغلام الذي ما نبت الشعر في وجهه في عارضيه كما يقولون وتغنى الشعراء وتغنى الشعراء بالمرد الحسان طويلاً لأنه النتيجة الحتمية لابتعاد المرأة عن مجالس الرجال حتى أن هذا الشذوذ الجنسي أصبح عادة مستحسنة يعير من لا يوافق عليها إلى أن يقول ويحن الطباطبائي الطباطبائي هو الشاعر الشيعي النجفي السيد إبراهيم الطباطبائي المتوفى سنة 1319 للهجرة من هو هذا؟ هذا سيد إبراهيم ابن سيد حسين ابن سيد رضا ابن مهدي بحر العلوم العالم الشيعي المعروف سيد إبراهيم ابن سيد حسين ابن سيد رضا سيد رضا هو ابن مهدي بحر العلوم ويحن الطباطبائي لأيام الغلمان كحنينه إلى أيام النساء بقوله أراجعة أيام لهوي والهوى بأغلمة مرد وملمومة جردي أراجعة أيام لهوي والهوى بأغلمة مرد وملمومة جردي إلى أن يقول في الصفحة الثامنة والستين بعد المئة ولا تطيب للحبوب لمحمد سعيد الحبوب الذي هو أحد أبطالي ونجومي هذه المجالس مجالس آل كبة ولا تطيب للحبوب مجالس الشراب إلا إذا حضر غزال الكرخ ليرتشف من ريقه فيقول ينقل معنى من أشعاره يا غزال الكرخ ووجدي عليك هذه من القصائد التي غناها مغنوه المقام العراقي كثيرا يا غزال الكرخ ووجدي عليك كاد سري فيك أن ينهتك هذه الصهباء الصهباء من أسماء الخمر هذه الصهباء والكأس لديك وغرامي في هواك احتنك احتنك اشتد صار شديدا وآلمني فاسقني كأسا واخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك قصيدة مشورة لمحمد سعيد الحبوب وقد يقول قائل إن هذا الوصف وهذا الحب عذري أو أفلاطوني في الخيال فقط افتراضي وقد يقول قائل إن هذا الوصف وهذا الحب عذري أو أفلاطوني وإنهم كانوا طاهرين طهارة الملائكة في حبهم هؤلاء الشعراء وأنهم عاشوا في خيال الأمان ولحظات الأحلام فما يقول هذا القائل في ضامئة الوشاح التي برت بوعدها هذه قصائد الحبوب لو كان هناك من مجال لقرأتها من ديوانه فما يقول هذا القائل في ضامئة الوشاح التي برت بوعدها فأتاحت له زورة شرب فيها معها واحتسى سلافة ريقها السلافة أيضا من أسماء الخمر وغير ذلك من التعابير الحسية المادية ألم يكونوا أناسا لهم طبعهم البشري وبماذا نفسر شهوة الحبوب إلى ريق المحبوب وتركه الخمرة راشفا من رضاب الحبيبة الجميلة المفضلة وكيف تخرج القصائد الجنسية الزاخرة في دواوين هؤلاء الشعراء والتي تفيض باللذة وتطفح بالرغبة العارمة إلى أن يقول في آخر الصفحة وإذا أخرجنا الحبوبية من هؤلاء الشعراء لما اشتهر عنه من فضل وصلاح لا حدش جايب لهذا المكان شي سوى جاء أمير المؤمنين أمير المؤمنين هكذا يعرف لنا التقوى التقوى عند أمير المؤمنين أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك الله من مواضع معصيته إذن أين التقوى وإذا أخرجنا الحبوبية من هؤلاء الشعراء لما اشتهر عنه من فضل وصلاح ونزهناه عن هذه الحسية فما نقول لبقية الشعراء الذين عرفوا لذة اللقاء والوصال فحرموا منه وليس هناك حد فاصل بين الحب والشهوة هذا ما قاله المؤرخ الأديب الأستاذ العراقي الدكتور يوسف عز الدين الذين نظموا هذا الدوام محمود الحبوب يعترض يعترض على ما قاله يوسف عز الدين وفي الحقيقة الرجل كان منصفا لم يتهم الحبوب لكنه وضع أسئلة وهذه أسئلة لا بد أن توضع أنا لا أريد أن أتهم الحبوب رجاء أن أعرض لنا صورة الحبوب هذه الصورة الشهيرة المعروفة للمرجع الذي نتحدث عن محمد سعيد الحبوب والذي توفي سنة 1333 للهجرة في الصفحة الخامسة والثلاثين من مقدمة الكتاب الذي هو ديوان الحبوب والذي جمعه وعده محمود الحبوب يتحدث منتقدا لما قاله يوسف عز الدين في كتابه الذي قرأت ما قرأت عليكم من لا أريد أن أعلق كثيرا وإنما أقرأ لكم تبريرا من هذه التبريرات السخيفة جدا الحبوب هو بنفسه يعترف من أنه ينظم الأشعار الفاسقة والخارجة عن الدين هو هكذا يقول لست أنا وسأعود إلى قراءة هذه الأبيات غير أني رمت نهج الظرفة ومر علينا في الأسفار الأربعة من أن الظرفاء والعلماء يعشقون الغلمان هذه من هناك قلت لكم محمد السعيد الحبوب من تلامذة مدرسة حسين قل الهمداني التي قرآنها الأسفار الأربعة وهناك تحدث صدر الدين الشرازي عن أن الظرفاء والعلماء يعشقون الغلمان كي يعرف الله كي يحب الله غير أني رمت نهج الظرفة عفة النفس وفسق الألسن يعني لسانه لسان فاسق هو يقول عن نفسه لست أنا لاحظوا محمود الحبوب كيف يرقع لمحمد السعيد الحبوب ونجده ثالثا في افتنانه بوصف المشروب هو يتحدث عن الخمر يتحدث عن السلافة ونجده ثالثا في افتنانه بوصف المشروب وهو يريد به الماء العذب يعني القصائد الخمرية في ديوان محمد السعيد الحبوب هي في الماء وهو يريد به الماء العذب فالنجف في أيامه كانت تعاني من شحة الماء ورداءته رغم قربها من الفرات شرقا من الفرات شرقا إنه فرات الكوفة فكان أغلب الناس يستقون من الآبار والبرك ما لا يدفع الغلة الغلة شدة العطش ولهذا عاش الماء القراح صورة القراح الصافي الماء الصافي النقي صورة في خواطر الشعراء في هذه المدينة العطشة يعني أن شعراء النجف حينما يكتبون في الخمريات وهم يكتبون في الخمريات بنحو يكون أكثر من كل الشعراء الآخرين لماذا؟ لأنهم بحاجة إلى الماء ما علاقة هذا بهذا فهاموا به هاموا بالماء وتغنوا بصورته وهو في القدح وبمذاقه في الفم وبأثره في الأحشاء وقد تعاظمت عندهم صورته هذه وفخموها حتى تخيلوا الماء خمرة هذا الحشي من قبله فأنا هو محمود الحبوب أرد بعضا من ولع الحبوب بوصف الخمرة إلى عطشه للماء العذب الذي لم تذقه النجف في أيامه إلا قليلا هذا نفس أخندي وإن وإن لم يكن محمود الحبوب آخنديا بالطريقة الرسمية لكنه مشبع بالثقافة الآخندية هذا هو الدجل الآخندي قصائد خمرية واضحة إذا قبلنا هذا فماذا نصنع بقصائد الغزل بالذكور والأدبار عفة أية عفة هذه ما هذا الوراء في الصفحة الثامنة والسبعين ينقل في الحاشية من أن الشيخ محمد السماوي يقول أخبرني محمد حسن ابن محمد صالح قبة سألت السيد محمد السعيد لماذا لا تمدح الأئمة أو ترثيهم هذا من بيت قبة يسأل الحبوبي لماذا لا تمدح الأئمة أو ترثيهم قلت لكم هذا ديوانه لا يوجد شيء فيه يقرأ في محافل أهل البيت لا في مجالس الفرح ولا في مجالس الحزن وإنما تقرأ أشعار هذا الديوان في الكابرهات وفي الاحتفالات الموسيقية هؤلاء هؤلاء الذين عارضت صورهم كانوا يغنون في الملاهي في ملاهي بغداد في الثلاثينات في الأربعينات في الخمسينات كانوا يغنون في ملاهي بغداد هؤلاء فهذا من بيث كبة يسأل الحبوبي لما لا تمدح الأئمة أو ترثيهم فقال والله ما ذاك إلا لأني أرى نفسي قاصرا عن بلوغ درجتهم إذا كانت هذه النية فهذا أمر جيد إذن ما هذا الهراء وهذا الخراء المرء إما أن يقول خيرا أو يسكت هذه الأثار واضحة فانظروا بعدنا إلى الأثار سوء التوفيق هؤلاء هم مراجعنا هذا مثال أنا لا أحدثكم عن الوهابيين ولا أحدثكم عن مراجعكم من كتب الوهابيين من كتبهم من كتبهم هذا هو الشذوذ الجنسي الذي أتحدث عن حدثتكم عن الشذوذ الجنسي في المستوى العقائد الفكري نظريا وعمليا وحدثتكم عن المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا وَهَا أَنِّي أُحَدِّثُكُمْ يَا مَنْ يَخْلُقُوْمَا يَشَا يَا مَنْ يَفْعَلُوْمَا يَشَا يَا مَنْ يَهْدِي مَيَشَا يَا مَنْ يَوْظِلُوْمَا يَشَا يَا مَنْ يَعَذِّبُوْمَا يَشَا يَا مَنْ يَغْفِرُوْمَا يَشَا يَا مَنْ يَعِذُوْمَا يَشَا يَا مَنْ يَوْظِلُوْمَا يَشَا يَا مَنْ يُصَبْرُوْفِلْهَرْحَامِمَا يَشَا يَا مَنْ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا سُبْهَانَكَ يَالَهَا يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا بَلَدًا يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا يَا مَنْ لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا يَا مَنْ جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ رُسْلًا يَا مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا يَا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمَدًا يَا مَنْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا يَا مَنْ اَحْصَى كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا سبحانك يا الله ألغى أقرأ عليكم بعضا من أبياته هو هكذا يتحدث عن نفسه لا بد أن أقرأ هذه الأبيات حتى أكون منصفا وأنا أنقل لكم الحقائق أنا لا أريد أن أتحدث بحديث أكون فيه بعيدا عن الإنصاف من الديوان في الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئة هكذا يقول لا تخلويك ومن يسمع يخل أنني بالراح مشغوف الفؤاد الراح من أسماء الخمر يقول لا تظن أنني بالخمر بالخمر مشغوف الفؤاد لا تخلويك ومن يسمع يخل أنني بالراح مشغوف الفؤاد أو بمهضوم الحشة مهضوم الحشة صفة قد تكون للمرأة وقد تكون للغلام مهضوم الحشة الذي تكون بطنه مسطحة وعنده خصر هذا هو مهضوم الحشة أو بمهضوم الحشة ساهي المقل المقل العيون أخجلت قامته سمر الصعاد الصعاد الرماح أو برباتي خدور وكل يتفنن بقرب وبعات فهو يتحدث عن الخمرة أولا أنني بالراح مشغوف الفؤاد ثم عن الذكور ثانيا أو بمهضوم الحشة ساهي المقل أخجلت قامته سمر الصعاد أو برباتي خدور وكل كل الجمع لكله يتفنن بقرب وبعات إن لي من شرفي بردا البرد الذي يلبس إن لي من شرفي بردا ضفا هو من دون الهوى مرتهني غير أني رمت نهج الظرف عفة النفس وفسخ الألسني وفي موطن آخر من ديوانه يقول فدع عني السلافة فدع عني السلافة ليس شيء أعل لغلتي من شرب قهوة أعل أكثر ريا أروى أروى لغلتي لعطشي فدع عني السلافة السلافة هي الخمر ليس شيء أعل لغلتي من شرب قهوة في زماننا القهوة معروفة لكن في أصل اللغة فإن القهوة من أسماء الخمرة العرب كانت تسمي الخمرة قهوة وما يذكر في رواياتنا عن القهوة إنه عن الخمرة لأن الخمرة في لغة العرب قهوة ولأن القهوة في لغة العرب خمرة لكن الحبوب يتحدث عن القهوة التي هي من البن فدع عني السلافة ليس شيء أعل لغلتي من شرب قهوة يمكن أن يكون أعل لغلتي والأليق أعل لغلتي أدرها واسقنيها أنا قرأتها أعل بحسب ما هي محركة في الكتاب أدرها واسقنيها لا دهاقا ولكن حسوة من بعد حسوة الحسوة المقدار الذي يشرب ويملأ الفم فيقال حسوة ويقال حسوة أدرها واسقنيها لا دهاقا لا تملأ الفنجانة أو لا تملأ الكأس بها أدرها واسقنيها لا دهاقا ولكن حسوة من بعد حسوة أعود إلى أشعاره وهو يتغزل بالغلمان والذكور صفحة 269 يا شادنا وهذا الوصف يوصف به الغلام الجميل يا شادنا لم يزل واشيه يرصده فما اجتمعت به إلا على حذري أدنيته وقد اثاقلت من نفسي لما استطار إلى خديه بالشرر من أنني خفت على خديه أن الناعمين من حرارة نفسي لأنني في لوعة وشوق إليه يا شادنا لم يزل واشيه يرصده فما اجتمعت به إلا على حذري أدنيته وقد اثاقلت من نفسي لما استطار إلى خديه بالشرر ونحن ونحن في مربع حاكى الربيع له برود موشية خيطت بلا إبري أنا إذا بقيت أشرح الأبيات ستنتهي الحلقة وما قدمت لكم شيئا وعندي الكثير ماذا سأصنع ببقية الشعارة سأذهب إلى موطن من الحاجة فقط خال الكثيب بها رتفا فغازله وهو يكثر من الغزل بالأرداف والأرداف جانباء المؤخرة رتف على اليمين ورتف على اليسار فإن المؤخرة تتعلف من رتفين خال الكثيب بها رتفا فغازله وراح يكسوه أبرادا من الزهر فبدت أعبث في أعطافذ غنج هذا الغلام فهو يعبث بأعطافه بجوانب بدنه فبدت أعبث في أعطافذ غنج مهفهف رقصته نغمة الوتر مفلج الثغر يسقي من مراشفه صحباء ما دنستها كف معتصر هو يمص شفاهه شفاه الغلام صور قبيحة بغض النظري أنه قام بهذا الأمر أم لم يقر أرخى الغدائر إكليلا الغدائر هي الجدائل فهو يصف الغلام الجميل الذي يتشبه بالنساء إنهم المخنثون الذين كانوا يجلبونهم إلى مجالس الغناء والطرب لا تحدثوا عن الحبوب بشكل عام كان هذا الأمر شائعا ومعروفا مثل ما ينتشر الآن في بغداد وفي سائر المحافظات لكنه في بغداد ينتشر انتشارا واسعا أرخى الغدائر إكليلا فحين بدى بدى بلا معجر في زي معتجري المعجر هو ما تضعه المرأة من قماش على رأسها فهو يقول من أن شعره الذي ضفره في ضفائر ولفه على رأسه كأنه وضع معجر امرأة على رأسه لكنه لم يكن معتجرا يخبر عن جماله وجمال شعره أرخى الغدائر إكليلا فحين بدى بدى بلا معجر في زي معتجري القصيدة طويلة ماذا سأقرأ منها لكن القباحة واضحة مفلج الثغر يسقي من مراشفه من مراشفه من شفاهه صهباء ما دنستها كف معتصري المعتصر هو الذي يصنع الخمر يقول سقاني من شفتيه خمرا هذه الخمر خمر خاصة ما عبث بها صانع الخمور فبدت أعبث في أعطاف ذي غنج هو يتغنج بين يدي وأنا أعبث بأعطافه بجوانب بدنه ما يعلو على أردافه وما يرتبط بأردافه فبدت أعبث في أعطاف ذي غنج مهفهف رقصته نغمة الوتري مفلج الثغر يسقي من مراشفه صهباء ما دنستها كف معتصري إلى آخر هذا الخرط في موطن آخر في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتي أعار الحسن وجنته لهيبة ليمنع نمل عارضه دبيبة وأفرغه الصبا قمرا فلما تلظت نار وجنته أذيبة إذا هضم الصبا كشحيه كشحيه جانبي هضم الصبا يعني في هذا العمر في أيام فتوته يتحدث عن غلام ذكر أعار الحسن وجنته لهيبة ليمنع نمل عارضه دبيبة وأفرغه الصبا قمرا فلما تلظت نار وجنته أذيبة إذا استرشفت إذا استرشفت من برد الثنايا فهو يتحدث عن مصه لشفاهه بحيث تصل شفاهه شفاه الحبوب بحسب المفترض في القصيدة إلى أن تلامس أسنان هذا الغلام برد الثنايا البرد هو برد الثلج الذي ينزل من السماء حينما تمطر السماء بردا يتحدث عن لون ثناياه عن لون أسنانه إذا استرشفت من برد الثنايا أخاف عليه من نفسي لهيبة إذا هضم الصبا كشحيه أوفى برتف ماجى مرتجا كثيبة يقول إذا كان جماله جعل كشحيه جانبيه جعل بطنه خميصة فإنه قد أعطاه مؤخرة كبيرة ترتج ارتجاجا هؤلاء مراجعون العظام أنا لا أريد أن أشرحها أكثر من ذلك وإلا فإن البيت يحتمل شرحا أكثر من ذلك أكتفي بهذا الشرح إذا هضم الصبا كشحيه يعني كأن الصبا وكأن الجمال ظلم بطنه وجانبيه حتى صار خسره ضيقا وصارت بطنه خميصة فهنا كان الجمال بخيلا كان الجمال ظالما أن أعطاه خسرا ضيقا لكنه كان كريما حينما أعطاه مؤخرة كبيرة ترتج ارتجاجا إذا هضم الصبا كشحيه أوفى كان وفيا وأعطى عطاء وافيا أوفى برتف بمؤخرة برتف ماجا مرتجا كثيبا كأنه كثيب الرمل فكثيب الرمل هو صلب ولين في الوقت نفسه فها أنا منثن أدن إليه يدن إليه يدن إلى كشحيه وإلى مؤخرته إلى أردافه فها أنا منثن أدن إليه منثن لست في حالة مستقيمة وإنما انحنيت بحركة كي أجمعه بين أحضاني ماذا أقول لكم الشعر سخيف وهذا الشرح ليس مناسبا لكنني ماذا أفعل وإنني لا أنقل لكم الصورة الكاملة الصورة الأدبية مشكلة أنني تمازجت مع الشعر العربي ومع الأدب العربي وأنا دون الثامنة من عمري فحفظت الأشعار ودققت في معانيها وحفظت إعراب القصائد حتى بدت أعرف ماذا يقول الشعراء لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء أكتفي بالذي قلته فها أنا منثن أدن إليه إذا مهتز معتدلا رطيبة إلى آخر أبياته يقول في الحاشية مدح أحد السادة واسمه عباس هكذا يقول ذكرت لكم عن ذلك الشاد الذي اسمه عباث وشاد سألته ما اسمك أجابني بلفظة عباث فصرت من لفغته ألثغا فقلت أين الكاث والطاث ماذا أقول لكم نذهب إلى فاصل أو نذهب إلى فاصل نذهب إلى فاصل اللهم اني ازل و كب اسمك یا اول و یا آخر یا ظاهر و یا باطن یا بر و یا حق یا فرد و یا مهت یا سمد و یا سرمد سبحانك یا یا غير معروف عرص یا افضل معبود عباد یا اجل مشکور شکر یا عزم ذکور ذکر یا علام حمود حمد یا اقدم موجود طلب یا ارفع موصوف مصف یا اكبر مقصود قصد یا اكرم مسئول سئل یا اشرف محبوب علم سبحانك یالا وقت الحلقة قارب على الانتهاء نحن في الدقائق الأخيرة كان في نية أن أحدثكم عن شعراء آخرين من شعراء الحوزة الطوسية وأن أجمع الأمر في هذه الحلقة لكن وقت الحلقة انتهى غدا سأكمل لكم سأكمل لكم الحديث عن الحبوب وعن رموز أخرى بارزة من شعراء الحوزة الطوسية من المجتهدين ومن العلماء وأثني بشعراء المنبر الحسيني ستجدون أن الشذوذة الجنسية ينتشر في كل دواوينهم في دواوين الشعر القريط وفي دواوين الشعر الشعبي سأضع الأمثلة بين أيديكم مثل ما قلت لكم هذا البرنامج برنامج تحقيقي الذي يريد أن يعرف الحقيقة عن تحقيق وتدقيق فليتابع معي تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادة كما قلت لكم هذه الحلقات فيها معلومات هائلة هائلة جدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين الأنذال ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله